وإلى صحيفة الحياة اللندنية تصاعد النزاعات العشائرية على المياه في ذيقار تقول الصحيفة اللندنية تشهد محافظة ذيقار العراقية نزاعات عشائرية تطورت إلى اشتباكات مسلحة على خلفية شح المياه وتراجع حصص المزارع المقررة وحملت وزارة الموارد المائية مسؤولية حصول هذه الاشتباكات ويقول المسؤول المحلي لناحية الإصلاح علي حسين رداد للحياة إن أكثر من عشرين نزاعا تطور إلى اشتباكات مسلحة بين العشائر في الناحية كان سببها شح المياه الذي تمر به ذيقار منذ فترة طويلة ويقول رئيس جمعيات الفلاحين في المحافظة مقداد الياسري للحياة إن الصراعات العشائرية تفاقمت وتطورت ووصلت إلى حد استخدام الأسلحة ووقوع ضحايا وكان آخرها مقتل شخصين في صراع شهدته منطقة الفجر على خلفية شح المياه ويشير إلى أن الجمعيات تحمل وزارة الموارد المائية المسؤولية الكاملة عن الخسار البشرية بسبب الصراعات على المياه كما تحملها مسؤولية خسارة الموسم الزراعي هذا ونظم ناشط ذيقار وقفة وسط شارع الثقافة في مدينة الناصرية في ظل تفاقم أزمة شح المياه التي يتعرض لها العراق شكرا